يقول تكثر هذه العبارة على ألسنة بعض الناس وهي أهم شيء أن الإنسان يصلي فهل هذا كاف في الشرع؟ يصلي بعد ما يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقوم بمعناها ويقوم بمدلولها ثم يصلي لأن الصلاة من معنى لا إله إلا الله الصلاة والزكاة وأوامر الإسلام كلها داخلة في معنى لا إله إلا الله نعم